اشتركوا في القناة ان يوم الارض الموافق للثلاثون مارس من كل عام من جهتها لم تتردت قوات الاحتلال من مواصلة قصفها لقطاع غزة لليوم التالي على التواري من العدوان الذي يعد الأكثر دموية منذ 2014 في حين فشلت الجلسة المغلقة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بدعوة من الكويت لبحث الوضع في قطاع غزة من التوصل إلى التوقيع على بيان المشترك تأزم الوضع مجددا بالقطاع أثار مخاوف المجتمع الدولي من إمكانية حدوث زلاقات جديدة وتجدد المواجهة بين الطرفين خلال الأسبوع القادمة فبدورها سارعة روسيا على لسان نائب منذبها الدائم لدى الأمم المتحدة إلى اختراح توفير منصة لاجتماع القادة الفنسطينيين والإسرائيليين من أجل إيجاد تسوية الأزمة تكون مبنية على أساس القانون الدولي المعترف به أما الأمين العام للأمم المتحدة فدع إلى إجراء تحقيق مستقلين وشفاف في عمليات القتل في حين حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الأحداث التي استهدفت المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة مضيفا أن سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى في مظاهرات شعبية سلمية يؤكد وجوب تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني العزل ترجمة نانسي قنقر